اهلا بحضراتكم تعد محمية رأس محمد في جنوب سيناء واحدة من اهم المزارات السياحية التي يحرس زوار المحافظة على المرور بها وتتميز المحمية الطبيعية بوجود شق زلزالي بها نتج عن تداخل عوامل جيولوجية مع اخرى بيولوجية وهو عبارة عن تصدع ارضي تسبب في شق ممر ضيق يمثل جزءا من نظام كهفي يمتد تحت الارض الحقيقة ان الشق الزلزالي اشبه بلمسة جمال صنعتها الطبيعة في محمية رأس محمد والتي يتجمع يوميا الالاف من الزائرين من كل انحاء العالم لمشاهدة اغرب شق زلزالي من نوعه على مستوى العالم ويجذب ساحين وعلماء الجيولوجيا ومصوري الطبيعة هذا الشق الذي يعد من بين معالم متعددة داخل محمية رأس محمد الطبيعية يتصل بمياه البحر من حوله عبر كهوف داخلية تحت سطح الارض ويبلغ طوله 42 متر ويتراوح عرضه بين 20 سنتيمتر و2 متر وعمق المياه به يصل الى 14 متر علشان نعرف قصة هذا الشق الزلزالي في محمية رأس محمد تشير البيانات الرسمية ان الدراسات يرجح ان الشق نشأ نتيجة لحركات الكشرة الارضية النشطة بهذه المنطقة عند بداية تكوين البحر الاحمر وخليج العقبة تسبب بها فالق ارضي نشط يمتد جنوبا من جنوب اثيوبيا وشمالا بمحاذاة شرق البحر المتوسط وهو ما يعرف بفالق الوادي المتصدع او حفرة الانهدام البيانات الرسمية بتقول ان هذا الشق ظل مختفيا تحت الارض حتى ادت هزة ارضية حدثت بالمنطقة عام 1968 الى كسر الطبقة السطحية كاشفة عن ذلك النظام الكهفي والذي تتكون سخوره من الشعاب المرجانية المتحفرة واتسع الشق في زلزال عام 1992 وداخل هذا الشق تم رصد وجود كائنات حية من نوعيات تتكيف مع طبيعة الكهوف ومنها الجنبارية الاحمر الاعمى والرخويات والتحالب ونظرا لطبيعة الشق سحرة كمشهد لخط ماء وسط استواء صخري يجذب اليه السائحين من زوار هذه المحمية وفرق تصوير الخياة الطبيعية ايضا المهتمين بعلوم البحار والزلازل وعلماء الجيلوجيا بدورها وضعت محمية رأس محمد تحذيرا واحدا لمن يصل للمكان وهو عدم النزول الى الشق الزلزالي حتى لا يتأثر وتتعرض اجزاء منه للانهيار حفاظا على سلامتهم ويعد الشق الزلزالي من ضمن محطات ومزارات مهمة داخل محمية رأس محمد وهي المنطقة الشطائية التي تتاح فيها السباحة ومنطقة البركة المسحورة والتي تعتمد على حركة المد والجزر ايضا منطقة الزلزال القديمة ونقاط مشاهدة الشعاب المرجانية والطيور وايضا مناطق الحفرية وتمتعت محمية رأس محمد بسمعتها العالمية بين اهم مناطق المحميات الطبيعية في مصر لانها من اجمل اماكن الغطس في العالم حيث تستقبل محمية رأس محمد يوميا افواج الساحي من كل العالم للاستمتاع بجمال وطبيعة سيناء ووفقا لبيانات محافظة جنوب سيناء فان محمية رأس محمد هي محمية طبيعية مصرية في جنوب سيناء تحديدا على بعد 12 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ وتجاور منطقة خليج العقبة الى الشرق وتجاور خليج السويس الى الغرب وأسست كمحمية طبيعية عام 1983 مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة